النهاردة لجنة وزارة الشباب والرياضة اجتمعت بمسؤولي النادي الاهلي التحقيق في أزمة نهاية دوري أبطال أفريقيا اللجنة بحثت شكوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة أو يعني عقد الاجتماع مع النادي الاهلي وستمعوا لأقوال النادي في أزمته مع اتحاد الكرة واللجنة كانت فيها عشر أفراد بينهم خمس مستشارين ومستشاري اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة حضر من الاهلي سعد شربي المدير التنفيذي للأهلي وجمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد فتح لي مدير الشؤون القانونية لها ليقدم في الجلسة دي حافظة مستندات ضمت عشرين مستند ضد اتحاد الكرة عشرين مستند وبيني وبينك مش بيني وبينك ده مؤكد الاتحاد الكرة مؤكد يتحمل مسؤولية ما حدث في نهاية دوري أبطال أفراق واضحة وضوح الشمس واضحة وضوح الشمس الجلسة دي بالمناسبة استمرت تمن ساعات كمان الكابتن محمود الخطيب قعد نهاردة مع العيب النادي الأهلي وقال لهم موسيماني يقدم المطلوب منه قال لهم يساعدوا الكابتن سامي أمسان وقال لهم أنهم عايشين فترة مع الكابتن سامي أمسان كونوا كان مساعد لبيتس وموسيماني قال لهم الفترة اللي جاية فترة حساسة جدا محتاج من الفريق كله يبقى مركز كويس جدا ويشيلوا المسؤولية عشان الأهلي منظومة كبيرة ما ينفعش أبدا تتأثر بغياب مدرب أو رحيل مدرب أكد لهم على ثقةه الكبيرة فيهم وقال لهم إن شاء الله تمشوا بشكل محترم في المباريات اللي جاية حتى مع ضغط المباريات كمان كابتن محمود الخطيب النهاردة اجتمع مع محمود كهربا في مولان الأهلي ودعمه وسنده وقال له إن الفريق محتاج الفترة اللي جاية إنك تركز وتشتغل على نفسك الفترة اللي جاية عشان يبقى عندك مكانة جيدة في الفريق انتوا عارفين كهربا كان من اللعيبة المغضوب عليها من بيتسو موسيماني زي زي أليو باجي زيه زي حسام حسن زيه زي ميكي سوني فيه لعيبة كده موسيماني قفل عليهم ضبهم مفتاح لهم مش عايزة شوفوا الشكم من الآخر يعني مش عايزة شوفوا الشكم في المرعب مش عايزكم تلعبوا خالص فكهربا من اللعيبة دي كهربا لعب موهوب لعب مميز لعب عنده خبرات كبيرة جدا بس حقيقي ما خدش أي فرصة مع بيتسو موسيماني ما خدش أي فرصة حقيقية يعني مش هقول ما خدش فرصة خدم مباريات بس قليلة جدا كمان حسام حسن أكد أنه أغلق الصفحة القديمة ودخل في تحدي جديد مع نفسه النهاردة حسام حسن ستتكلم مع بعض زميله في الفريق قال لهم أنه خلص هيقفل الصفحة القديمة صفحة بيتسو موسيماني وعدم المشاركة في الفترة اللي فاتت وهيرجع الفترة دي بحماس أكبر وحافز أكبر أنه ياخد مكانه في تشكيلة الفريق وهو لعب جيد وكان موهوب جدا مع اسموح وكان واحد من هدفين الدوري ولكن أيضا زي ما قلت لكم كان من لعيبة اللي بيتسو موسيماني كان قافل عليهم ضبة ومفتحة ده بالنسبة لي حسام حسن اللاعب الموهوب المميز للأهل أكيد هيستفيد منه الفترة اللي جاية